بسم الله الرحمن الرحيم من الضروري علينا نحن أن نحتمى لإعادة الدور العلم للإنقاذ فإن العلم نور ومهما تمكن الإنسان من نشر العلم تمكن من نشر النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور لكنه الآن نحن بحاجة إلى تجديد هذه الحياة حتى نجدد هذه الحياة الواقعية ونتمكن من أن نتقدم إلى الأمام وننقذ المسلمين من هذه المهاوي السحيقة وهذه المشاكل العويصة والله سبحانه وتعالى ناصر من نصره الإمام الشرازي عبقرية التاريخ لربما تمر قرون كثيرة قبل أن تشهد الدنيا شخصية عملاقة أخرى كالإمام الشرازي الذي كان نادرة من نوادر التاريخ في شتى الميادين فقد كان رجلا استثنائيا في ميادين الإيمان والتقوى والعلم والمرجعية والتأليف والورع والزهد والجهاد والأخلاق والعمل والريادة والتأسيس والتربية إلى غير ذلك من الأبعاد التي يصعب جمعها في رجل واحد إن الإسلام هذا الدين الخالد ما فتأ يقدم العبقريات عبر التاريخ ليؤكد حيويته وطراوته وعظمته ولذا ليس غريبا أن يظهر في العالم الإسلامي عبقري كالإمام الشرازي الذي هو نتيجة طبيعية لتعاليم الإسلام وأهل البيت عليهم السلام فقد قدم هذا العبقري العظيم أنموذجا حيا لعبقرية الإسلام وعظمته فقد كانت مرجعيته تمثل أنموذجا حضاريا نادرا في زمن المرجعيات فإلى جوار كونها مرجعية علمية فقهية أصولية كانت رائدة في إعادة صياغة مفاهيم الأمة وأحياء قيمها وتعاليمها الأصلية مما يتطابق ولغة العصر الحديث وقد عالجت الكثير من المشاكل والأزمات وقدمت أطروحات عديدة في مجال التجديد والإنهاض بالأمة ولقد لاقت هذه العبقرية الفذة مؤامرات وحروبا للقضاء عليها إلا أنها بقيت كالطوض الشامخ تواجه العواصف والحروب بأقدام ثابتة وإيمان لا يتزعزع وعظمة هذه المرجعية الحضارية كونها أولت جميع فئات الشعب أهميتها وعملت على تقارب هذه القوى لتصب في خانة الإسلام ومن هنا أولت مرجعية الإمام الشرازي تربية جيل من الفقهاء والمجتهدين والخطباء والمؤلفين أهمية عظمى فبنت في كل بقاع الأرض مدارس علمية تول اهتماما خاصا بتربية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقد أنتجت تلك المدارس رجالا عظماء في شتى الميادين وفي مختلف الأصعدة إلى جانب آخر أعطى الإمام الشرازي أهمية كبرى في بناء المؤسسات والحسينيات في كل مكان لما كان يراه من أهمية تلك المؤسسات والحسينيات في نشر الوعي والثقافة في الأمة الإسلامية ولم يكن اليأس حاجزا في ذلك وكثيرا ما كان يقال له إن تنفيذ هذا المشروع صعب كان يقول بكل ثقة على الله ليس بصعب وحينما كانت السبل تنقطع أمامه وييأس الآخرون في تنفيذ مشاريعه وأطروحاته كان يردد ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم مما يعطي دليلا واضحا على مد ارتباطه بالله وأهل البيت عليهم السلام ونفسيته العظيمة المشبعة بالأمل والثقة بربه العظيم ولذا كان يواصل العمل في مختلف الظروف بلا كلل ولا ملل وفي جميع مراحل حياته مراهقا وشابا وكهلا ولم يفوت فرصة في حياته إلا واستثمرها فيما يخدم الشريعة السمحاء وأهل البيت عليهم السلام وقسال قلمه المبارك رغم مشاغله الكثيرة على تأليف أكبر موسوعة فقهية في التاريخ الإسلامي حيث بلغت أكثر من 150 مجلدا إلى جانب مجاميع كثيرة من المؤلفات في مختلف العلوم وشتى الميادين حتى تجاوز 1200 مؤلفة وكان كالبركان لا يكل أبدا ولا يتعب حتى في السنين الأخيرة من حياته التي قضاها مريضا مما كان يذهل حتى المقربين منه لإصراره على العمل والحركة ورغم آلامه ومرضه وكان الصفاته الحميدة في الأخلاق الحسنة هي مضرب المثل حيث كان يقابل الإساءة بالإحسان والقطيعة بالوصل والخشونة باللطف وله في التواضع باع طويل حيث أن المرجعية والزعامة لم تغيره بل زانته بالتواضع ونكران الذات حتى كان يشارك في إعداد الطعام في منزله ويسلم على الكبير والصغير كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله ويقوم احتراما لهم وتمتاز مرجعية الإمام الشرازي عن غيرها أنها رائدة في طرح مجموعة كبيرة من الأطروحات الإمام الشرازي كان رائدا عملاقا من الرواد الأوائل وكان يسبق التاريخ في حركته وتنبؤاته وأفكاره فقد قدم أطروحات في شورى الفقهاء المراجع والأمة الواحدة والتعددية والحرية والعدالة والمساوات والسلم واللاعنف والاكتفاء الذاتي وإلغاء الحدود الجغرافية المصطنعة وغيرها من النظريات الرائدة وكانت له ثلاث أمنيات يحدث بها المقربين منه الأولى أسلمة العالم الثانية رفع راية أهل البيت عليهم السلام خفاقة في أرجاء العالم الثالث وحدة الشعوب والأمم حتى تصير كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعت سائر الأعضاء بالحمى والسهر إن الحيوية العظيمة التي يمتلكها هذا الدين العظيم تولدها كذا عبقريات وعظما فالإمام الشرازي ليس بعيدا أن يكون كذلك حيث أنه ينتمي إلى سلالة عريقة حملت راية الإسلام منذ القدم فهو يتصل نسابه الشريف بزيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين عليه السلام وقد أنجبت هذه الأسرة الكريمة عمالقة حمل نهضة الأمة ورفعوا من شأنها كالمجدد الشرازي الكبير قائد ثورة التنباك والمرزى محمد تق الشرازي قائد ثورة العشرين وآية الله العظمى السيد صادق الشرازي أدام الله ظله الوارف ولولادة الإمام الشرازي حادثة عجيبة حيث أن والده المقدس آية الله العظمى المرزى مهدي الشرازي توسل بالأئمة الطاهرين عليه السلام كي يرزق بابن عظيم يحمل لواء الدين فكان مولده ببركة هذه التوسلات في النجف الأشرف مدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عام 1347 حجري وقد هاجر مع والده إلى كربلاء المقدسة عام 1356 حجري وتسلم فيما بعد قيادة الحوزة العلمية وقاد نهضتها الثقافية بعد رحيل والده عام 1380 من الهجرة النبوية وعمره في الثالث والثلاثين ثم هاجر من كربلاء المقدسة عام 1390 هجري إلى الكويت ثم هاجر إلى إيران عام 1399 حيث استقر في مدينة قم المقدسة حتى عرجت روحه الطاهرة إلى بارئها يوم الثاني من شوال 1422 هجرية وشيع جثمانه الطاهر في موكب مهيب شارك فيه المراجع والعلماء والفقهاء وسائر فئات الأمة ودفن بجوار مرقد كريمة أهل البيت عليهم السلام السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليهم السلام بقم المقدسة موسيقى ورغم رحيله المبكر فلا زالت كلماته وأطرحاته وأمنياته تدوي في أرجاء المعمورة لتثبت عظمة الإسلام ومذهب أهل البيت عليهم السلام الذي أنجب عظماءك الإمام السيد محمد الحسيني الشرازي قدس الله نفسه الزكية نحن 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 نح